وزي ما تكلمنا على الجواز من خلال الانترنت واتكلمنا هل هو صح أو غلط كمان اتكلمنا عن الطلاق الان لاين الطلاق الان لاين ظاهرة بتهدد المجتمع ويمكن شفت حالات طلاق كتير جدا طلاق بمساج على الموبايل طلاق بمساج على الانستجرام طلاق بمساج على الفيسبوك طلاق بفيديو كل حتى قالوا انت طالق طلاق الان لاين يعني فتاوى كتير وناس كتير وقفت مش فاهمين هل بيجوز الطلاق ده هل فعلا بيقع يمين الطلاق لو جوزي بعات لرسالة على الواتساب او على التليفون او على اي حاجة على السوشيال ميديا بيحصل طلاق ولا ما بيحصلش وهل بيتم الطلاق ولا لا او دي كانت حلقة مهمة جدا لان الناس كتير جدا بتطلق العصبية والعند وفي ثانية تلاقي جوزها رفع على التليفون انت طالق بيجوز او ما بيجوز نشوف الحلقة لازم تختار الشخص المناسب لان الموضوع ده خاص جدا وبتعلق بحقوقها تمام ولازم يبقى فيه إثبات انها طلبة منه الطلاق بطريقها كذا 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 وانها بتنزلش عن حوها يعني تبعط له مسيج مثلا او تبعط له رسالة او يكون فيه اتفاق ما بينهم وعليه شهود ان هي بتطلب منه فقط الطلاق لك ما بتتنزلش عن حوه عشان ما يتنزلهاش عن حوها فده لازم يثبت عشان لو تم تقدر ترجع بعد كده على المحامي ان هو اللي تم ده بالفعل ده يعتبر تدليس للوكالة سيد حسن انا بشكر حضرتك جدا نورتنا في حكا انه في الخلاصة القانون بيقول سيد حسن بيقول خلاصة القانونية ان القانون بيقول ان ما فيش طلاق يوعى غير بورق رسمي ورق القانون ما يعرفش غير الورق فكل الكلام اللي احنا بنقوله اونلاين ومسجات وحاجات كده مناش فيه او والله انت طلقت برسالة ما ليش فيه انا امراتك تروح تيجي تقولي اصلا بحثتلك ما ليش فيه انت تروح للمأزون تطلقتني رسمي يبعط لي ورقتي بالشكل الرسمي عشان اعرف اخد حتى حقوقي رسمي لكن جاو بقى مسجات وواتساب واسو اونلاين ومش اونلاين وكلام ده لا قانوني ولا يعني المفروض ان شرعا المسج بيطبق شرعا والعدة بتبتدي بس برضو ازاي غير لما يزبط في المحكمة وعند المأزون ان هو طلق فعلا عايز اقول لي كل ست قبل ما نطلع فاصل وانت بتعملي التوكيل ارجوكي ارجوكي لان فيه ستات كتير بتبعت لي مشاكلهم عندي على الصفحة وحقيقي حقيقي بيبقوا مش فاهمين يعني هي بتبقى غزمن عنها وانت بتعملي التوكيل بتعمليه بتروح توسقي في شعر العقاري حتى وانت بيبيعي حاجة بيسألك خدتي الفلوس ما خدتيش الفلوس هو بيسألك يعني بيخاف على حقوقك فوانت بتعملي التوكيل المحامي اعمله توكيل بس بس لا سمح الله يعني ده لو عملتي بالطلاق فقط لكن تكتبي كده الحقوق من حقك انت نفقتك متعتك كل ما يخص حقوقك القانونية والشرعية اوعي تتنازلي عنها